ونبدأ بخبر إقالة السيد إبراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية هذا مقار رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ لحظات انهامهم السيد إبراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية في ذات الإطار ارتفع عدد الحاجيج التونسيين اللي توفيوا في البقاء المقدسة إلى 49 حاج وحاجة وفق إفادة الوزير قبل الإقالة طبعاً لأقر بإمكانية وجود تقصير في الإحاطة بالحاجيج وبخصوص الانتقادات اللي طالت المرافقين التابعين للبعثة الرسمية للحاجيج واللي تتضمن البعثة 520 شخص قال وزير الشؤون للوزير السابق للشؤون الدينية أنه التقصير قد يكون موجود ويقول لا أنا لا أبرئ أحداً وسنقوم بالتقييم على مستوى الوزارة وكل من قصر سينال جزاء وأكد أن الوزارة شدت على كل المرافقين على عدم ترك الحاجيج وحدهم حتى وإنضاعوا معهم لكن على الرغم من ذلك وقعت إخلالات بسبب الإزدحام الشديد كما اعتبر أن موسم الحاج لهذا العام كان ناجحاً رغم الصعوبات ورغم ما حف به من انتقادات بدليل تحصل تونس على الدرع التميز من المملكة العربية السعودية وأبرز أن أهمية هذا الدرع تكمن في تمكين تونس من مواسم الحاج القادمة من الأولوية في اختيار مواقع المخيمات الأقرب لأماكن الحافلات موضوع الدرعة نرجع له ويتناقش فيه ما يتقال لكن هات نبدأ بخبر الإقالة ماروين لم تكن مفاشة بتاتا أبدا بورينفوا معناها إقالة يبدو لي كانت منتظرة جدا صحيح منتظرة بالمقصود معناها كنا نستنى وكانوا تصير إقالة مش معناها نتمنى ومعناها منتظر منطقية منطقية صحيح برافو عليك صحيح منطقية فما زادش كون كان ينتظرها إحقاقها للحق زادة فما مبرشة ناس كانت تدعو إلى هذه الإقالة نظرا للتقسير الواضح الذي حصل في موسم الحج الحالي يتعدى بخلاف بطبيعة الحال عدد الموتى ربي يرحمهم فما مشاكل تنظيمية عميقة وفما مشاكل اتصالية عميقة جدا وفما عن طريق وزارة أشؤون الدينية الدولة أعطت الانتباع أنها ما هيش متابعة الوضع وأنها آآ لا تعامل كل التونسيين بنفس الطريقة واللينا نتحدث على الحجاج متاع البعثة والحجاج متاع اللي ما همش من البعثة وكأنه فما نوع من التفرقة بناتهم على أساس الدولة مسؤولة كان على ليهزتهم هي وهذا كله يعني خلق عدد من المشاكل ومن سوء التفاهم وبرش عباد وبرش عباد ومنهم نحن دايور الهناء اللي قلنا أنه الدولة التونسية مسؤولة على كل التوانسة آآ مش هذا ما لازمهاش تعطي الانتباع وأنه فما نوع من التمييز وكونا زادة حكينا على الأداء الاتصالي متاع وزارة الشؤون الدينية وصفحتها صفحتها على فيسبوك اللي أصبحت تحولت إلى صفحة الوزير آآ هذا كل آآ يعني آآ عمل كان عنده الأثر متاع ونتصور في اتخاذ القرار هذية هل أقنعك وزير الشؤون الدينية قبل إيقالته وقت اللي يقول مثلا موسم الحج كان ناجحا وقت اللي يقول صار تقصير ولكن سنقوم بالتقييم على مستوى الوزارة آآ الكلامة ذاية الساعة أشوف آآ في العمليات الاتصالية ترى والتوقيت مهم جدا يعني نفس الجملة تقولها اليوم ولا تقولها جمع أخرى والنهار لحد ما عندهش نفس الوقع الوقع يتبدل آآ تماما أولا ساعة التفسيرات هذية والتبريرات هذية كلها آآ بقطع النظر على مدى صحتها جات متأخر جدا آآ احنا ديوم نهار جمع الحجرة وآآ سبتها حد آآ بذبت معنا مش آآ السيد الوزير آآ روح هو معناها بصفة آآ ترانكيل مو معنا ووقتها باش آآ وزارة شؤون الدينية بعطات أدلة بيدلوها في ما يخص كل ما تقال على موسم الحج وهذا غير مقبول بتباعة الحال آآ بعد كي ندخلو في آآ في في صلب التصريحات آآ باهي برشة وأنه آآ بعد وفاة آآ تسعة واربعين حاج وحاجة آآ السيد الوزير يقر بإمكانية وجود تقصير في الإحاطة بالحجيش باهي بلكش يفهمها ممكن تقصير معنا وقتش يتأكد وجود تقصير معنا كي يقول يوميان مثلا كي يوميانتين وقتها نقولوا كمان برشة يجب أن نعملوا حاجة ومسألة المرافقين هذية زاد راي آآ يعني آآ تجلب الانتباه لأنه آآ احنا كمتابعين آآ دقيقين للنشاط الرئاسي في وقت من الأوقات قبل هذي كل في إطار التحذيرات لموسم الحجر صار لقاء بين الرئيس قيس سعيد والسيد وزير تولى الوزير السابق سي إبراهيم الشايبي آآ ورئيس الجمهورية حكي على مسألة المرافقين وحكي على ضرورة حسن اختيارهم وحكي على وحذر بطبيعة الحال من أنه ما تكونش فامة ما يكون فامة حتى نوع من أنواع المحابات في اختيار المرافقين هذوما إلى آخرهين آآ يعني موش أول موسم تحج في تونس بظبت نعرفوا لي هذي المشاكل اللي تصبح لا ووقتها معنى رئيس الجمهورية في النقطة هذي كان وقتها حط آآ صبعوا على آآ حجم مهمة وفي نوع من الاستباقية اي وفي في مسألة التنظيم الحج هذي على خاطر ماك تعرف دي ما فهمها برش كليام على المرافقين كيفاش تم اختيارهم مشكونهم هذي اللي يمشيوا على كاست الدولة ونحن ماشيين آآ اليوم نرقاو أنه وزير شؤون الدينية يقول أو الوزير السابق يقول التقصير قد يكونوا موجودا وأنا لا أبرئوا أحدا وسنقوموا بالتقييم على مستوى الوزارة ومن قصر سينالوا جزائه موضوع الدرع اللي وزير شؤون الدينية السابق الآن يتحدث على دليل تحصل تونس على درع التميز من المملكة العربية السعودية شنية حكاية الدرع ماهيش استر اكاديمي راهو معتاو اشتخد الافنتاج انك ما تطلعش نوميني في الحلقة الجاية راهو ماهيش هيدا هو الدليل يعني معتا على تميز تونس تميز معتا تونس في الحجج يعني هو يقول لك الدرع هذية بدليل تحصل تونس ماهي موش هذي كدليل لكن الدرع العربية السعودية اعطات لتونس درع وقت اللي اه عملت الحجوزات في الوقت ما عندو حتى علاقة باللي صار في المناسك معناه الدرع هم 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 من حقوق العمال وإخراجهم من وضعيات غير مقبولة لأنها لا تقوم على العدل الاجتماعي ولا تحفظ كرامتهم كما شادت في ذات السياق على ضرورة القطع مع الماضي بصفة نهائية في مستوى عدد من التشريعات الخاصة بالتأجير وبالعلاقات الشغلية والتقاعد والتأمين على المرض وغيرها حتى يعيش كل مواطن في ظروف فتحفظ كرامته سواء كان مباشرا للعمل أو محالا على شرف المهناكي مقال إذا كانت هناك نصوص تشريعية أو ترتيبية تقف اليوم حائلا أمام تحقيق العدلة الاجتماعية فأن الواجب الوطني والواجب المحمول على الدولة في تحقيق العدلة يقتضي إعادة النظر فيها في أقرب الأجال مرة أخرى مروان مش أول مرة يتحكي في موضوع المناولة والعمل بالعقود المحدودة في الزمن رئيس الجمهورية يقول إذا كان هناك نصوص تشريعية أو ترتيبية تقف اليوم حائلا أمام تحقيق العدلة الاجتماعية الواجب الوطني والواجب المحمول على الدولة يقتضي إعادة النظر فيها في أقرب الأجال مسؤولية شكون هذه؟ مسؤولية الدولة مسؤولية الدولة نحن عتدنا من رئيس الجمهورية وأنه يضع نفسه في موقف المعاتب على الدولة وعلى أدائها في عدد من الملفات ويدعو ويؤكد ويشدد على ضرورة تغيير التشريعات بصفة أولية في عدد من المجالات ونبدل القوانين نبدل النصوص وكذلك ولكن هذا يرى مرتبط بحاجة أساسية بقدر ما نجمو نتفقو أو نتخالفو مع الكلام اللي جاي في البيان هذي على سبيل المثال أنا واحد من الناس نعتبر اللي مسألة التأجير ومسألة التقاعد والتأمين على المرض هي مسأل جوهرية نغير المعقول تماما أنه اليوم نزال وفم عبيد يخلصوا خمسمائة الف واربعمائة الف ودي عمل ما لأنه العمل مجعول ليحفظ كرامة الإنسان ومن الواضح أنه الشهرية ذيك لا تحفظ كرامة الإنسان التقاعد كيف كيف رأوا ما نجمش واحد من غير المقبول تماما أنه واحد يخدم على روحه طول حياته من بعد في أواخر حياته ورب يطول في عمار الناس كل يلقى روحه معادش نجم يصرف على روحه وإلا يخفي في جراية لها لا تؤمن على حد الأدنى المطلوب يلقى روحه واللي ما نجمش ياخد كيلو الحم ما نجمش في بعض الحالات المؤلمة للأسف الشديد ما نجمش ياخد الدوال اللي لازموا ياخده على سبيل المياه هذا من غير مقبول تماما ومسألة التأمين على المرض يظهر لي كما البارح قلنا أي مواطن في تونس ينجم يكتب مجلد على مدونة سلوك الموظف يظهر لي حتى التأمين على المرض كل واحد فينا ورب يشفي الناس كل باعة الحال كل واحد فينا عنده ما يكفي من المغامرات مع المسألة هذي ولكن أنا وليد اللي ما نشراه في محاولات وفي تمشي وفي استراتيجية ورؤية لحل المشكل الأساسي لهذا يكل في رأي المتوضع هو أنه عنا مشكل كبير ياسر متع خلق ثروة أنه ما عنا مشكل كبير ياسر متع نمو ومتع فلوس ومتع خطرة ذو ما كله رو في آخر الأمر أنا نحكيه على فلوس راو كي بيش تحسن شهرية واحد يخدم راو آآ معناتها هذا يعني أنه شركته تخدم وتحقق في مرة بيه وحشتها بيه في الخدمة هذيكا دونك تزيده في الشهرية دونك يوالي ياخذ أكثر فلوس آآ كي بدأوا الشركات الكل يخدموا أو أغلبية الشركات يخدموا ومنظمين ولباس ويصدروا خاصة ويصدروا واحد عندك قيمة العملة متاعك مطيحش بالضبط دونك ما ترقاش روحك في نسبة تضخم رهيبة وقدرة شرائيات آآ مهدارية بالضبط عندك آآ برشا أدئات بيش تدخل للدولة بيش تنجم نفس تلك الدولة ولو حافظنا على نفس السيستام الحالي اللي هو زادة يطرح تساؤلات حتى لو حافظنا عليه يسمح لي تلك الدولة أيضا بيش تزيد في التقاعد بيش تأمن على المرض بطريقة أحسن راول كله مربوط في مسألة خلق الثروة وفي مسألة النمو الاقتصادي بالمعنى الكلاسيكي للكلمة لا مش لازم نبداو نستنبطو في حاجات اللي مناش في راحة بتاعتو جراب بيظهر لي نحن في تونس تاوى مناش هكا في لباس وعنا برشا فلوس وأمورنا واضحة وعنا للكس هكا بيش نبداو نجرب وفي حاجات جديدة نزيدوا على هذا خدمات معناها متاع شركات عمومية تكون في المستوى متخليش المواطن يلزموا يمشي لقطاعات تتكلف عليه قطاع خاص مثلا في قطاع الصحة لهو مهوش في متناول الجميع بتبع الحال ولكنو ضرورة للأساس وقتلي الإنسان من الجميل باتبع الحال تربية كيف كيف تستنى ستة أشهر بش يعمل سكانير ولا بش يعمل آآ يا رام وغير 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 كل القرية كيف كيف والنقل كيف كيف بضبط عليش المواطن تونس يزموا يشري كرام بش يتنقل بطريقة تحفظ كرام بضبط هذا يكون وراه في آخر الأمر يرجع لنفس الجذع الكما بينياتهم كل خلق الثروة والتنمية الاتحاد ليس بمنأة عن النقد هذا يقوله الأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل الأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل نوردين الطابوبي يقول في تصريح المرسلنا حسيم الدلالي على هامش إحياء ذكرى 57 لوفاة الزعيم النقابي أحمد تليلي اللي التأم بأحد النزول بمدينة جفصة يقول أن الاتحاد ليس بمنأة عن النقد وأنه لا ينتقد إلا من يؤمن بقدرات الاتحاد ومكانته يضيف الطابوبي أن السلطة رغب في جرى الاتحاد ليكون بوق دعاية لها وهو يثمن كل ما كان هناك موقف إيجابي الاتحاد معناه ما هو شيء بمنأة عن النقد وميلوم عليه كان اللي في حاجة له وميلوم عليه كان اللي يحبك واللي يؤمن بفضلاتك ومكانياتك ومكانتك معناه هذا حاجة إيجابية بالعكس عمرنا ما تقلقه وين ولكني قلت وانا في الخطاب يوين أني أي السلطة تكون تحب الجرى المربعة من تاحها تكون بوق دعاية في خياراتك ممكن نحنا ليس لنا عقدة إذا هناك خيارات إيجابية وموقف إيجابي مش لدي من في النقد يا روى لأن ثمنوا الموقف إيجابي الحوارات ليس صارت أقبله ولا حتى الحوار بعد 25 جميل يتعود الاتحاد والاتحاد ارتقاء عبر مؤسساته أنه لا جده من ذهاب لهذا الحوار عنده معطياته علاشه وعنده تقييماته وعنده كده نحن لسنا بحزب سياسي وإنما لنا نضج سياسي في قراءة الواقع لأنك اليوم مش كون يرسم الخيارات والأبعاد الاقتصادية يرسمها العقل السياسي والخيارات الاقتصادية مباشرة لها علاقة لما هو اجتماعي وقر مروان عشوري الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل يقول السلطة ترغب في جر الاتحاد ليكون بوق دعاية لها عليش سويل يطرح وجيه جدا سويل مراش عليش الحقيقة حتى يكون بوق دعاية الروح وساعد الاتحاد صوته مفقود صوته ما هوش موجود في عدد من القضايا ما هوش موجود في عدد من المسائل حتى فيما يخص المجالات اللي نعتبرهم معناتها من 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 صلاحيات ايه من اختصاصات وصلاحيات بين ظفرين الاتحاد في المسائل الشغلية وفي مسائل من النوع ذا اليوم اليوم شعارة رئيس الجمهورية ايه لا لأنه محاربة المناولة كذلك في وقت ما الوقات كانت اه هو رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية حتى سياسيا مراش هل هذا مقصود في التمشي او لا ولكن يعني يمشي على يسار الاتحاد في عدد من في عدد من المسائل وبالتالي اه تمشي متع رئيس الجمهورية وخطاب رئيس الجمهورية افرغ خطاب الاتحاد في عدد من من عدد من المحاول اه من ناحية المقابلة زاد الاتحاد زاد يعمل في السياسة يعمل في السياسة من ناحية هو أنه يعرف اللي توا من 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 اكثر دي زن أنه أنه صوته ما يتسمعش برشا ويقعد موجود بطبيعة الحال وبيهي وأنه الأمين العام للاتحاد يتقبل العمليات النقد التي تطال الهيكل هذية كنقد جاي من عند الناس يحبوا الاتحاد وناس يفتقدوا في دور الاتحاد ويظهر لي هذا صحيح تماما لكن اليوم ما عادش فهم ما عادش نحكيه على اتحاد عام تونسي لشغل كفاعل مهم في الساحة الاجتماعية والسياسية التونسية بشي بشي مع فاصل قصير راجعين بش نحكيه على منطقة البحث في المتوسط الناشط بالمجتمع المدني في ايطاليا مجد الكرباعي هذا التصريح نرجع له بعد لحظات مع زينب الباستي فاصل وموصل ترجمة نانسي قنقر ناشط في المجتمع على مدني الإيطالي مجد الكرباعي اللي يقول يعتبر أنه في تونس أصبح لها منطقة بحث في المتوسط معترف بها وذلك في علاقة بالإعلان عن منطقة بحث وإنقاذ تونسية في المياه بالمتوسط يقول الكرباعي أنه القرار له علاقة بالهجرة غير نظامية وأنه إحداث هذه المنطقة للبحث والإنقاذ كان حلم أوروبا وتابع للأسف فإنه اليمين المتطرف في أعلى سدة الحكم نتيجة سياسات بلداننا وكيفية تعاطيها مع ملف الهجرة وغلق الحدود ونتيجة اتفاقيات ممثلة كيميذيف وحسب ما يدور في كواليس الاتحاد الأوروبي فإنه سيتم إنشاء مراكز حجز واحتجاز للمهاجرين في تونس والمسألة ستطرح على طويلة الاتحاد الأوروبي إضافة إلى ذلك فإنه تراجع أرقام المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا جعلت اليمين يفوز في الانتخابات الأوروبية مؤخرا اليوم بسي تحول تونس إلى نقطة حدودية مدخدمة بسي تحول تونس إلى كذلك نقطة لإحتجاج المهاجرين هذا معناها بسيكون ورحيم معناها جمع المهاجرين جمع بجمع إلى تونس وميتهم أنهم يسافروا إلى إيطاليا مش ميتهم يبقاوا في تونس وبتالي تربية أنه التوطين وكذلك يعني وجودهم في إيطار من أمارات هذي كل معناها غير صحيح اليوم ما يبقى عن العملية أنه عملية بسيكون احتجاج من أنهم يخرج من التونس هذا بشي شكل معناها أزمة كبيرة في تونس ولي يمكن المواجهين يعني مشأل في إجراء كم تقديرهم من أوروبا نحو تونس إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في المتوسط منطقة بحث وإنقاذ تونسية زيادة على إنشاء مراكز حاجز واحتجاز للمهاجرين في تونس هذا اللي قاد يقول فيه مجلد الكرباعي مروان على شنو يحيلنا هذا بالضبط هاتسع نفس له بين الحاجتين لأنه إحداث منطقة للبحث والإنقاذ هذية صار سيء إنشاء مراكز حاجز واحتجاز للمهاجرين في تونس وفي غير تونس مسألة ستطرح مستقبلا على طويلة الاتحاد الأوروبي يعني منش منش في نفس المستوى من العجلة ومن لأنه من المفروض فمشكون في الدولة وزي يتابع المساء الهذية ويخدم على المساء الهذية إحداث منطقة البحث والإنقاذ هذية واللي نس شوفنا معنا هالخطوط متاح حتى التقريبية بالمقارنة في سواحلنا وفي خريطة البحر الأبيض المتوسط هو مطلب قديم من قبل السلطات الأوروبية والإيطالية مطلب قديم معناتنا نحكي على عشرة سنوات ورفض من قبل السلطات التونسية لأنه إحداث المنطقة للبحث والإنقاذ هذية هي في حقيقة الأمر تحميل مسؤولية البحث والإنقاذ للمهاجرين الغير الشرعيين للسلطات الغير نظاميين سامحني للسلطات التونسية يعني قبل كيفش كانت الحكاية كانت فما المياه الدولية ما يسمى بالمياه الدولية اللي وقت اللي الطاليين ولا غيرهم ولا يلقاو يعني مركب متاع مهاجرين غير نظاميين يريهزوهم لإيطاليا مجبورين قانونيا باش يروحوا بهم لإيطاليا وبعد كينهم ناجحوا المهاجرين هذوكم هما وبعد بالضبط ما بعد مشكلة إيطالية وفما قانونيا فما طرق للتعامل معهم بذبط ولا ويجب أن تتعامل معهم بالقانون ويجب أن تتعامل معهم بحقوق الإنسان وكذا ما نحنا فادين من حقوق الإنسان نحنا دجاء في تونس ونحكيوا على حقوقيين وما نعلم شنية وكل تفادلي كل مضحك جدا فبالتالي بشتولي بشتولي السلطات التونسية في مساحة أكبر برجة من اللي كان موجود هي بشتراوح بالمهاجرين سؤال ولي جوز بش من المعلومة هذية ولي جانب منهم حتى نقاط الانتلاق متاحهم ماش من تونس آما بشتراوح بهم التونس في بداية تحديثك قلت اللي هذا كان مطلب أوروبي منذ عشرات السنوات وترفض من الدولة التونسية شنو اللي في تقديرك تغير بشتراوح الدولة التونسية تقبل بهذا بهذا المطلب ما نعرش الحقيقة ما نعرش هل هذا ممكن فما ممكن فما ممكن فما واحد من اللي من اللي جاء في اتفاقية الصيف الفارطة متاع الاتفاقية هذيك اللي صارت نجم يكون رغبة في الحصول على تمويلات أوروبية نجم يكون مجرد مشكلة متع كثاء فقط معنش والنجم يكون هذو ما كل مع بعضهم ولكن في جميع الحالات توا صار اللي صار فيما يخص منطقة البحث والانقاذ وتوا إن شاء الله ما ما تتطورش الأمور لمسألة إنشاء مراكز الحجز والإحتجاز طالما قلنا على المستوى الرسمي لن كون بلاد توطين ولن كون حارس حدود ولن كون حتى بلاد معبر بلاد معبر حصلت حارس حدود سيديجاء إن شاء الله عاد ما نكملوش الأخرى على الأقل نشدوا في ذيك على الأقل ما نتوليش عنا مراكز حجز ونوليو كما قال مجد الكهربائي الكهربائي نقطة حدودية متقدمة للحدود الأوروبي كيفاش بش تكون الاستهلاك متع الطاقة والطلب خاصة على الكهرباء خلال الصيفة هذا اللي بش نعرفوه من خلال تصريح للرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهربائي والغاز أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهربائي والغاز فيصلت ريفا إن الشركة سجلت البارح لخميز ذروة الاستهلاك لشهر الجوان الجاري حيث ارتفعت طلب على الكهرباء إلى أربع آلاف ميجاوات واعتبر إنه هذه الذروة تم تسجيلها خلال كامل صائفة ألفين وعشرين وقال إنه سيتم طرح احتمال قطع الكهرباء دوريا لمدة نصف ساعة على بعض المناطق خلال أوقات الذروة خلال هذه الصائفة وأكد أن الذروة مرتبطة أساسا باستعمال المكيفات كما توقع أن تبلغ ذروة الاستهلاك خلال الصيف هذا خمسة لفمائتين ميجاوات وشاري لامكانية تسجيل نقص بسبعمية ميجاوات سيتم توريدها مناء الجزائر كما يقول أنه برنامج تقصيد تدفع فواتير الاستهلاك اللي تم إقراره نهاية العام اللي ماضي مكن من تجميع عائدات خلاص قدرها تسعين مليون دينار حتى الآن نحن في كل عام نكونوا حاضري ديما بالنسبة لك كما شفتوا أن الذروة مربوطة باستعمال المكيفات خاصة حاولوا قدر مستطاع نعملوا المعادلة بين طلب والعرض في حالات قصوى إذا ما خلطنا لشي هذيك هذي كما قلنا قبل لك طرح الأحمال في بعض المناطق وتكون حتى كمشي يصير طرح أحمال معناة بش نقص الضوء على بعض المناطق رابج تكون في حدود نص ساعة معناتها لحقيقة حتى نص ساعة ما يكون لش تمنا الضرر وهذي بش نحاولوا نفاديوا احنا المكسيموم بالنسبة للذروة مثلا البارح عملنا الضروة 18 شهر جوا اللي هي ما يقارب أربعة لات ميجاوات وهذي سجنها في عام 2020 في الصائفة كاملة معطيبش تفهم وانتم الوضعية اللي كما قلنا قبل لك يشي بالحق فيها توقعات صحيحة خطر مربوطة بالنهار لذيك اسكو نهار في اسخانة برشا وخاصة إذا تمشهي لي ثم مئة وعشرين هالف حريف تمتعب التسييرات هذي دخلت موارد تاع تسعين من المليار المليمات نحب نذكر حاجة بركة وهذي 30% كأول دفع حتى ساعة نطلب وحنا حتى 50% وانتي والحريف ونجم حتى أكثر كلنا مثلا نعمل التسيير على فاتورة ولا اثنين وقت عمدنا على 6 فاتورات أما رأى التسيير موجود وعادتين احنا تعليمات للأسال الأقليم أي حريف كي بقت يجيهم يحاولوا يقاولوا حل في الموضوع الماضي معتا ميش احنا ذيك في الحملة معتا وناليميتي لكالي بورسانتاج وحاتنا محلولة على 6 فاتورات أما يرى موجودة على طول مروين سي فيسل تريفا رئيس المدير العام الشركة التونسية الكهربائية والغازية يقول لنا اللي دجاء في شهر جوان وصلنا إلى ذروة متى استهلاك ب4000 ميجاوات في نهار واحد في الصيف إذا كان باش تتواصل درجات الحرارة بهذه الطريقة من المنتظر كان يصير انقطاع للطيار دوريا لمدة نصف ساعة على حسب المناطق يقول القايل به تطلع تطلع درجات الحرارة استهلاك الطاقة يطلع كشركة تونسية الكهربائية والغاز هذا دورها توفر الطاقة وقت الضروة متاع الطلب أنا كدولة ومنذ عشرات السنوات وأنا نعاين في الاحتباس الحراري وفي ارتفاع درجات الحرارة شنو عملت أنا باش على الأقل النجم نوفر الكهرباء النجم نقوم بمشروع لغراسات وتشجير في البلاد شنو عملت أنا باش نتوقع من هذي والو اللي هم على العلم روء أو أنه من دول الغنية اليوم ما تشوف أن الكويت معتها اليوم قاعدة كيف كيف معناها قاعدة توزع في الطاقة بصيفة دورية يعني حتى الدول الغنية اللي عندها الطاقات والطاقات الأحفورية اليوم قاعدة يعني فما بالك ما عندوش طاقات وحفورية اللي حقه معناها كما قال ويلو قال مروين يعني حقه خدم محظر لشي هذا عنده مدة لأنه في العالم فما تجارب اللي أثبتت كونه ارتفاع درجات الحرارة يقل يقل معناها الحدة متاعه مثلا بالتشجير وقت اللي تكون فما ملايين الأشجار اللي تتغرس سنويا في دولة ما هذي يخلي الانتباع كونه درجات الحرارة ما عادش بالحدة اللي توصل لها في بعض الأحيان ما نحكيه على الطاقات البديلة نحب نفهمه على مدى سنوات الاستهلاك متاع الكهرباء على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي في زيادة صحيح مزلنا لتوى معناها باش نتغدر وكل صيف نقول والله باش تسخن الدنيا مزلنا كل كل وقت هكا ذروة ووقت بشو نقول واردوا بالك وما توانسة ولا يستهلكوا في برشا بخي كهرباء ومروين سمحني انقاطعك تذكر في وقت ما الأوقات الذروة متاع الاستهلاك في الطاقة ما كانتش في الصيف في تونس الذروة كانت في الشتاء عنا اكثر من عشرة سنوات على الاقل فما اكثر يمكن اللي تغيرت الامور احنا في الاثناء شنو عمل نعم مخدوري ان احنا في كل مرة نكتشفو في نقول والله في الصيف باش يخدموا ونبدأ ووقتها في حاملات متاع تحسيس على استهلك الطاقة ورد بالك ورا وما عنيش ورا اخي بلكش من الجانب المقابل تاو كلام الدولة هنا نسمعوا فيه عنا برشا وقعد يتعاود تقريبا هو بيدو ومنشيرة المواطن اخي بلكش نتصور ولولي لحظة انه فرحانين كي مشوا نخلصوا فاتورة استيك كي جيكا كل لكعة ذيكا كل فاتورة الصيف فاتورة الصيف ولا تمعروفة بلكش نحن شيخين نحن فرحانين ولا ولا فم حلول بديلة ولا وقلنا لا نحبو نحبو نربح استيك متصورش سويا معنات مسألة الاستهلاك مراش انا لحقيقة فيها مش تحرك حقيقي بش نجم تأثر على في تونس نجمش يزمك انتي توفر كل ما يلزم لضمان ذلك الاستهلاك في احسن الظروف غير ما تاعب روحك كان عندك مجهود اعملوا في المسألة هذية خير من انك تقول برشا استهلاك وهات نعملوا عملية تحسيس وهات قصوا نص ساعة شو مو معناها نقصوا نص ساعة نرجع لازم نحكيه وعلك المشاكل المتعيوك يرجع الضو ضربة المنع الشنية وندخلوا فكل لبروسيدور ومسألة الفلوس هذو المتع الاستيك باها والله حاجة باها هذي تقسيد دفع فواتير الاستهلاك باش ما تجيكش هكا ضربة واحدة والله حاجة ممتازة جدا نجم استيكت قلنا شنو شنو عاملت في ما يخص ديونها مع الدولة باس ايدي نحنا نحنا المواطنين نحنا مجرد مواطنين ما انا في الاخر بش نخلص في الاخر بش نخلص وكان وكان ما خلصنيش وصححنا ريوسنا تقصوا علينا الضو هي والليسيش تعملوا والسبتار والوزارة والادارة الجهوية متاع التجهيز في زغوين مثلا ماش معنى تمام بش غالصين ضو هذكم كل على حساب شكون يستهلكوا في الكهرباء حال منوانو ديون الدولة اللي عند استيج او ديون الاستيج اللي عند الدولة اكثر بكثير جدا من ديون المواطنين معناها الاستهلاك للمواطنين ولكن كما قلت مروان ما عنيش نفس الوزن شكرا لك مروان عشوري هجر ابو جمعة زينب الباستي بعد شوية في اشتاج شوما العلاقة ما بين حمزة البلومي وامتحان الفرنسية متاع